ليهل علينا الشهر الكريم والفضيل نحب في برنامجنا بالكويتي دائما بأننا نستضيف شباب وبنات الكويت بإنجازاتهم التطوعية الخيرية اللي فعلا قاعد يثمنون كل كلمة يقولونها بفعل رحلة تطوعية جدا جميلة إلى قرقستان أبطالها تسع فتيات من أعمار تبدي من تسع سنوات إلى ما شاء الله إلى عشرين أو يمكن أكثر إحنا نعرف التفاصيل عاشوا تجربة فريدة خمسة أيام قاعدوا في دار أيتام نتعرف أكثر على تجربتهم لكن بعد هذا التغرير رحلة تطوعية تمثل تجربة فريدة خاضتها تسع فتيات من الكويت أيام معدودة مليئة بالكثير من المشاعر المتناقضة ما بين الحماس والخوف والترقب والإحساس بالمسؤولية تجاه الآخر المحتاج خمسة أيام قضوها بدار أيتام في قرقستان البدل عادتنا منه سعادتنا بالحب نغرس والحصاد كبير ليكونوا بالقرب من هذه الفئة يعلمون ويتعلمون ليعيشوا تجربة عميقة قيرت فيهم الكثير نتعرف منهم على تفاصيل رحلتهم التطوعية والدروس المستفادة منها بسمكم أرحب بالأخة هيا عدنان الشطي هي المشرفة على الرحلة وكذلك المتطوعة نور المناعي والمتطوعة ندى العقيلية لكم العافية على كل ما تقدمونا وعلى الرحلة الجميلة هذه نبدأ معاك أخة هيا شرحي لنا الفكرة شونيتكم وخمسة أيام وبعدين المدينة هي قرقستان أو قرقيزيا وين كانتها كفين هو الاسم العربي حقها قرقيزيا وهي ملاسقة حق حدود الصين يعني على حدود الصين حتى لو تلاحظوا ان شاء الله بالتقارير راح تشوفها راح تشوف ما لامحه الغريبة عصينية تم يعني موصوب روسيا أنا غيرت الخريطة قبل تيوم هو سليم جزء من الاتحاد السوفيتي تمام فهي حتى المرحنا كوائل عندهم روس واصلا اللغة الثانية عندهم هي الروسية الروسية ممتازة من البداية القرقيزية الأساسية ومن البداية الروسية نبدأ معكم الفكرة ما هي الفكرة؟ صراحة من زمان شهي لهذه الرغبة بداخلي أن أنا لما أخرج على عمل تطوعية وشوف أثرها عليك كإنسان أتحسف لماذا بدأت تبتشر لماذا عندما كان عمر صغير لم أعشت هذه التجارب لأنني أشعر أن أضيف بعد مهم وكبير حيات الإنسان فأنا عملت عمل تطوعية مع شباب أبنات صغيرة من الكويت وفي الكويت كنت أشعر لماذا لم يتوفر لهم فرصة تجربة تكون على مستوى أكبر على مستوى احترافي أكثر ففكرت بهذه الرحلة والصراحة كان كل من يبدأ سأخرج أنا ومعي ثلاثة صغيرة حق رحلة إغاثية نعم ومعي ثلاثة صغيرة من ثلاث بنات صارت تسع بنات ومعي ثلاث بنات بدأت تسع بنات تسع بنات ومعي ثلاث العدد يزيد ولكن لم أستطع تحمل لأنني أخذ مسؤولية أكبر من شباب نعم والعمار تتفاوت من عشر سنوات أصغر إلى تقريبا ستعاش سنة نعم نورا أنت وثقتي كل شيء نعم قلت عليها نورا نستعد لدينا رحلة تطوعية في هذا التاريخ قلت لها قلت لها نعم 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 أشكرها إذا تحتني هذه الفرصة نعم حلو الإنسان عندما يكون عنده مهبة يعرف أن يستقل فيه هذا الشيء خصوصا خصوصا أن هذه الروحلات التطوعية تحتاج أن نوريح حق الناس بمنظور أن لا مثلا آمن مثلا لا مثلا من خلال الفيديوهات نحاول أن نخلي حق الناس أن نذهبوا بعد رو نعم 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 وصورتها كل شيء وانت أحب التصوير تخصص الإعلام ممتاز نعم ممتاز نعم نحن نرى جزء مننا و أطمع أن أرى الزيادة نعم نعم أنا أكثر حلو أنها تتجربة لقد كنت دوحقا أنها تسافرين كرحلة تطوعية نعم كانت لدي رحلة سابقة لكن عندما تقلت علي تقلت لي ما أصبح أسئلة مزئولة لديك. خصوصاً لديك تجربة جديدة. بنات من عمر 9 سنوات إلى 15 سنوات. حلوة الفغلة لأنك تقدر تفارق أو تقارن بين الأيتام التي هناك وأننا بنات الكويتين تعرف العائشين على أننا ليس متعودين على هذه الأشياء. أحد يقول الحمد لله والشكر على النعمة الكويت التي نحن فيها النعمة الكبيرة. وندأ قولي لديك تجربة. أنا حسيتها غريبة. قبل أن أذهب، كنت أحدي أن أذهب. قبل أن أذهب. ماذا لم تقلعك؟ أمي قالت لي نقصباً عليك تروحين. تروحين؟ أه. حين تسمعك. هذه هي قضية محاكم. نفس الوقت صديقتي يقولون أن يجب أن تكون معنا نفس اليوم بسافر. إذا لم تكون معنا لنصر صديقتتي. لقد قلت ليش اليوم بسافر فيه؟ نعم. قلت لهم خلاص عني بسافر بسافر. لقد قلت لي وناستهم وشطاطتهم علينا أول مرة. فإنكسر الحاجة. إذا كنت رايحة لا تقلع. لكن عندما رأيت الوضع و رأيتهم، تأثرتي. أكيد. أكيد. و كنت عملت معهم؟ لقد قمت معهم نفس الخيم و نفس القاعدة و نفس السؤال. نعم. لقد قلت لقد قلت لقد قلت معهم. لكن المشكلة لا تتكرمون أي شيء بالعربي. لا. لا. ما أكلمهم؟ إشارة. لا أكلم الإشارة. لكن أصدقتي روسيا. و تعرف روسيا عدل. لقد قلت لقد قلت لترجمي لي تكفر. أكيد؟ من الموثيل. و لا يمكننا التنهاك. وضعي موثيل في لغتهم لتقيقاء. لا. لقد قلت لغتهم. وهنا نحاول انا نتعلم كلمات الأساسية الأساسية عن طريق سوريا. و سوريا. و سوريا. و كنت عملينا. نحن متعاملتكم على خمسة يوم ياتين و عشتوا معهم و كليتوا و شربتوا و لعبتوا. و علمتوا و اكيد تعلمتوا منهم. لقد أكيد انتعامل معهم. يمكننا أن نعرف بعض العربية و قليلاً من الإنجليزية جداً. و كنا نتواصل معهم بالكلمات الأساسية. عندما نتكشفنا أنهم يعرفون لغتهم من باحة لغة تركية. هناك كلمات مشتركة مع لغة تركية. أنا أعرف تركي. ممتاز. و كانت معنا بنات مونة الرشيدة مع عمرها خمسة عامة. تلك الكويتين يعرفون تركي. نعم. نعم. فهذا ساعدنا قليلاً. نحن نكسر حاجز اللغة. طبعاً ندى. نحن نحن نتفاجأت صراحة. أول يوم عندما رأى الوضع والبنات والأيتام و رأى الصجية. فقلت لهم. مسياحة. مسياحة. و القرار لكم. هم تذهبوا تناوم معهم من الغرفة و تناوم معي. ندى بكل هدوء أخذت أغراضها و راحت. و أنا كيشوي أنطرها تطيق علي. باب و تي. قلت لي أنا أنا بنام عندك من الغرفة. إن شاء الله خلاص. حلاص. كانت جريئة. خصوصاً أنها من أكثر البنات اللي ندفجوا مع البنات الأيتام اللي هناك. بالضبط. ندورها بينهم. بالضبط. كلهم يقومون الصبح و أين ندى و أين ندى و أين ندى. صرت معروفة يا لبناتك. إن شاء الله يعني حطت هذا الشيء. نعم و أنت نور أنت لأنني وثقتك فأنت عندك كاميرا فأكيد ترون قصص ثانية. ما رأيت شيء غريب؟ كنت أرى الأطفال بعينهم. كما قلت هذا الأنساء. لا نستطيع التكلم معهم. فأنت أشعر أن هناك شيء يقولونهم بأيهم. طبعاً يتكلمون بأيهم. كما تتكلمون لغة العربية في أصحى. يتكلمون لنا. كما تقولون لكم ما يقولون هذا الشيء. فأنا أشعر أن أثق في هذا الشيء. العينهم يكون حدو. العين هي التي تتكلم. العينهم محهم تفاعلهم. نحن نفهم منهم. كانوا يقولون لنا كويت. كتبوا لنا كويت. رسموا لنا كويت. وضعوا لنا كويت كويت. حبايبي أول مرة في حياتهم. يقابلون من عمرهم من دولة ثانية. ينتظرون لهم حياتهم داخل القرقزية. ليس داخل القرقزية. داخل القرية في دار أيتام. فأنا لم يرى أنهم أي شيء من العالم. حياتهم سافروا. هذا هو ظروف الفقر. وظروف اليدسم. فالنسبة لهم كان شيء مبهر. كأنك جاء بكائنات جديدة. سبحان الله. فصارت الكويت بالنسبة لهم دار الأحلام. هذا المكان الجميل. الذي مننا صاروا أصدقائنا. الذين قادوا معنا في غرفنا. الناس عاشوا معنا يومنا. كلهم من أكلنا لعبهم معنا. فأظن هذا شيء. أنا لم أكن تخيلت الحكوم بعدها. الله حامي ديرتنا الكويت. لأننا سبب خير. فالله محافظ علينا. والحمد لله أمن و أمان لنا. سبب خير كبير. فاصل إن شاء الله. ونكمل حوارنا معكم. ونطلع فاصل. نستمرين معكم. وحديثنا جدا جميل عن تسع فتيات كويتيات. يعطيهم العافية والمشرفة أيضا. هيا الشطي. كلهم راحوا إلى قرقيزية. وخالطة والأيتام. وقصصكم جميلة مودية طول. لكن اللي عرفته أختيهاية بأن أنتو تكفلت أيضا بتذاكركم. وإجراءاتكم أيضا. كان هذا شيء طبيعي. لأننا نطاعنا هذه الحملة. فالذي أرغب أن يشارك فيها. يجب أن يتكفل بنفسها كأي سفرة عادية. شيء طبيعي. نغطينا تكاليفنا الشخصية. ونية الأجر ونية صدق. أكيد. لكن المستقبل أن إذا عدتوا. فممكن أن تستقبلوا بعض العطايا. وقد تقدموها. كانوا عنها الأمر. نصلنا نفسنا لعدادة نفسنا. ونحن نحن جمعية الصفة. إنها مدرجة يدفتحنا معهم. كيف يدفتون أيها المدرجة. سيكون هذا أجر كبير. نعم. نرى تصوير نورا. ونعودن مرة أخرى. أرى ما بعد. تاركنا الأيتام داخل دار الأيتام قمنا من الصبح وساعدناهم قعدنا معاهم وشفنا منهم حبهم ورعايتهم وحماسهم وزرنا دار أيتام ثانية عشان نستشعر قيمة الحياة وجمالها أكثر وأكثر مع السلامة نشوفكم على خير هذا شيء بسيط من الرحلة الجميلة والمخرجة وأنت المخرج وأنت المنتير وأنت كل شيء نعم تصوير جميلة تروا لي نورا وكانوا تظنون تظنوا بشكل حمود الخضر نعم هل كان هم نحن نجدهم أو هل تعلموا لهم؟ لا لا، نحن نحن نقوم بقواه أطلقا لن أقوم بسيطة تحفظها ونحن نارك مذيطة ونحن نقوم بالحبان. كيف هي؟ علقتي لحمود الخضر. وناك خبزتها وقال لديك 5 دقائق. فقال لديك 5 دقائق. ماها الفيديو كهذا؟ كنت لديك 5 دقائق ونحن لديك مستخدمة. في 5 دقائق صنعتهم وعنددهم فيديو كوالنا وغيرتهم. وبجاءة وقال لديهم أن يخذهبوا لي لا لا. فقال لهم اتفاجئ بالفعل. من ينيения وحافظنا؟ لماذا تحمسهم؟ طبعاً أهما طارت عيونهم عندما رأيته. يعني بالنسبة لهم كيف نحن في يوم الأيام نفكر أن نرى حمود الخضر لايف. نعم بالنسبة لهم. شيء كان سؤالهم جداً عظيم. كنا جداً سعيداً فرحتهم. هذا الخير ينتشر فيه في العالم كله. نعود إلى ندى و سؤال لنا بعدين. كيف كانت المعايشة معهم؟ كيف كانت المعايشة معهم؟ أهما يعني أعتبرون ما يعني أصدقائي. يعني يتعامل معهم عادي. لكن حتى كيف كان المعايشة مع الكويت شكراً عن المسلمة الاستبرال فظť 85% 숙 жить سعيدة المعايشة معه. نحن نحلمين على الكويت 所以 أحد من شكراً لنشافة. لا، لكن يجب أن immigrants. سأعج stampinลك اعجاباً. جم lö啊.. αν اسعة لأيتام في مكان بعيد видите انتم. أعجبك لكم هي كنز. نعم. وأذكر بأن بول يوم غامر س Putin配きます. قمت بسل begsei!.. قمت بس لأك يقول إنها قمت برسترطة الفئر تقول إننها تسلحي في غивал. نحن نقض الكرة نعم طائرة أقبا أخرى قد وراء أنهم جيم وكيف يكون كبرة وعني ينن ينن أقبا أول ما رحنا من ناك أقول أنهم لا أعلم أنهم في العرب أقول لهم لا أعلم نحن نعلم أقبت أنا أقبت ووه أجيب أقبت أنهم لا أقبت و الكرة سخرة أقبتهم عالة وأصلا أذكر أقبت من ساعة صعبة كم حمرة أقبتهم إلا أنهم يمتهم مستنسي من الوناسة؟ نعم، مستنسي حيل ماذا أغرب شيء هناك، وشيء أثر فيك، وشيء أسعدك بعد؟ ندايك عادة الصبح، كيف كانت؟ عادة الصبح، الجو كان بارد كان برد، نعم، نعم، كان برد كان مهم من بعد أن يشتطني أن أخرج برد ونظرنا برد حديقتهم بعد ونصف، نلعب مع ليهال صغار، نلعب مع مهيدن سيك لكن المشكلة في الأضافة وهناك عرب منهم أن أجلك لم أليس سيك أم موثور نعم الوناس شع føأت جيداً ليس مرسوم لا، ما يethق عليهم أجي أن موثور، لنحن معي ولم يقولون ما تقولون ؟ قللوا سوف تتحدث عن المشارات اليوم لقد حزن أنت توقع معهم نعم شي نباتي الكل ها ؟ نحن معهم نعم في الوقت هذه هي الرحلة من هو المستفيد الأكثر ؟ أم أنت أو همان قبل أن تحدث عن المستفيد الأكبر فأنا أضعي النقطة على النداء أنه كان لديهم نظام جميل عندما يقومون بقون بالقب ومن حالك تقوم بحرائعهم في الدار يجب أن يلعب رياضه وقت معين. بدل ما بدل. فرشسنانا خلص ما خلص جهاز. الكل يلعب رياضة. أقوم بإلعاب رياضة مع بعض. أظنوا ينظم كلهم يصبحون ريوكي بعض. بالأكل واجبات الثلاثة. لا يكون لديهم أيضاً. وإذا كلهم يسمى دعاء جماعي مع بعض. وقلوا معهم. طبعاً لأنهم نتعلم رياضة. لا ندعون. نحن لا نتعاودي، نحن نتعاودي. نحن نتعاودي. يجب أن يكون هناك صلاة الفير و الرياضة أطول. لا أحبت صلاة. صلاة الفير و الرياضة بدأ يومهم. إن شاء الله يومهم يستنى. يومهم 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 يومهم. الحلو كان حزة الريوق الغداء العشاء. قاعدتهم كلهم على طاولة واحدة. عندما آخر واحدة تستنم صح عنها و تقعد. يقولون الدعاء كلهم مع بعض. يسمونهم مع بعض. و محد يقوم قبل الثاني ينتظرون الكل يخلص. يقولون الدعاء مع بعض. يخلصوا و يصحنا. يطبخون و ينظفون. يمكن حتى يقوموا بتنظيم المقاطع. لأفضلتها. و أربع سنين قلت في غرفة. قلبي من أخواني. يحتاج إلى نصفها. أربع سنين. أربع سنين. قلبي من أين أن أذهب إلى المدرسة. قلبي يترك. ماذا يعتمون عن نصفهم؟ و في المقابل جدا. سعيدة. سعيدة. ماذا يتعجبنا. نحن نحجل من حجم الفرح. وليس عندما نذهب ساعة. ساعتين يجب أن يجب عليهم هدايا لكي يجب عليهم كم ساعة. لكننا قمنا معهم خمس أيام. رأينا بكل حالاتهم وكل أوضاعهم. فالصد حبايبي يجب عليهم طاقة إيجابية جميلة. ما عددهم؟ الدار التي فيها 106. 106. هل هذه المدرسة داخل الدار أم لا؟ هل يطلعون بره؟ المدرسة بره بالقرية. يطلعون. يطلعون بره. هل تحصلون معهم ومتوصلون بره بالقرية؟ لا. لا نحن معهم. لكن بعضهم يطلعون مدارس روسية و بعضهم مدارس فرقيزية. ممتاز. فهي مختلفة. كما الآن من المستفيد. أحسنت أنتم المستفيدين. هذا هو. نحن في العمل التطوعي عندما نتحدث الله سبحانه وتعالى لا يحث الإنسان عليه. خاصة في موضوع اليتيم. عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى و يقول المسح لرأس اليتيم. لكن دائما أفكر لماذا الله ورسول الله سبحانه وتعالى يكون بهذا القرب مننا؟ لماذا لا أعطي فلو سبحانه في بيتي. لماذا أقرب ليل عنده و أمسح بيتي على رأسه؟ هذه الفكرة. كنت تحسسني أن هناك شيء مفاهمين. عندما اقتربت منهم عرفت لماذا؟ لأن السعادة معدية و الفرح معدي. و لأن الأيتام فعليا لا يوجد حاجة حقمان. لكن الحاجة الحقيقية لديهم الاستقرار النفسي. الفرح و ثقاتهم نفسهم. عندما كنا نقرب منهم ما نحسن. و نحن معهم واحد. أنا صج من دولة ميسورة ماديا. لكن أنا داخل الدار و أصلي صلاة واحدة و نقول ذكر واحد و نفرح مع بعض نفس الألعاب. أنا كإنسانا لا أفرق عنك. و أنت كيتيمة و لا تفرق عني. أنت كيان جميل. أنت كيان لوجوده. فأنا حسنت أن هذا هو الجانب الأقوى. أهما علمونا قيمة الحياة. و نحن علمونا أننا و نفسنا. نحن معكم لا نفرق. هذا اليتيم باتشري كبير و يريد أن يعمل. ستكون أحلامه كبيرة. هذه تعتبر دورات. يجب أن نكثر منها و دفعات تروح و دفعات ترجع. و الفائدة متبادلة مثل ما ذكرت. و نورة أنت الذي قمت بالتصوير هذا كله. الآن الذي سورتي هذا كله. و أين نستفيد منه؟ نحن غالباً. نحن غالباً نحضر على خصواتنا في إنستجرام، و إن شاء الله يوجد الكثير من المؤثرين تتواصل معي و لم يحصلوا إلى تشكل مع جزيز نشوة. فكرة يدينة الحمد لله. كان في صدع السوشيال الميديا إذا أتحده على مؤثر عن وجود لتكلم عنه. كانوا بنا نضغط اليوتيوب فقط لأن اليوتيوب حالياً لا نستطيع حسب إنستجرام. وضعه في يوتيوب. وإذا كنت أرى أن أعود إلى أي إنستجرام. أضع رحلة أصلاً على حيلايت. من أول يوم لآخر يوم. وضعه وضع الفيديو. أعود إلى تشندة. ستكون لديك الختام مع الأخوات. ماذا استفدت؟ سؤالي عجبتني. لأنه أخرج من القلب. نحن أكثر من أيتام. هناك أكثر من قصة ثانية. ولكن لاحظت أن أول دار الإيتام كانت أحسن من دار الإيتام. ثانية. الحكومية تفرق. لأن هذه مدفوع عليها أكثر. الحكومية أكثر. بين فوضى. وعادي شيء كبار ينهاش. اهتمام أقل. واحدة من البنات قالت لي أن أرى أكثر. وأنت أولاً أربما ذكرت. ولم ينصف أبلي التوصيد والأخير. حينما أحصى ما أحدث. وعادما قنقذ وقالت إلى أطرق. وأنه وترغبت عليها أي خلال. كل ما لم يمتع بها. هذا يتحدث من قلبنا برد مني الحكومية. نعم. ترغب فيها حكومية رشيدة المابنية. نعم. هي جميع مبنية الكويت. نعم. فهذا الرعاية الشام لهم تصجف رقة علينا لم ترى هذه الحكومة خاصة وحكومية ومن ثاني أيضا هذه الحكومة لكن كان فيها تبرعات كثيرة فأنتوا أكيدون تطالبون الكلب أن تبرع مثل هذه الدور الأيتام نحن رأينا الفرق بعيننا كل البلاد تأثروا لما راح الحكومية أنه كان شيء سلبي للغاية الدار اللي بانيتها لكويت أو رشيد النفيسي اللي هم جمعي الصفا كانت رعاية جدا جدا عالية يعلمون كلمات لغة عربية وحافظون الأشياء من القرآن حسنا نشيد الوطن الكويت كامل الله يزل كامل نحن محبين لذلك يزل الله يزل هل نوصل رسالة اليوم بأنه يكون شخص متبرع دائما توجد تبرع مثلا مسجد أبير مدرسة لكن دار الأيتام تشمل هذا كله بذلك تستثمر بإنسان إنسان هذا باتشرا إذا أظهر كشخصية سألت أن يبني وطنه فباك واتشنا صار عندنا وزراء في قرقيزية أو شخصيات مهمة من هذه الخلفية ناس متربين صح ناس متزنين نفسيا وناس لنا علاقة معاهم جدا طيبة هيا طبعا حين أكيد اللي شافنا يعني بتحمس مترحلتكم اليهية وشون التواصل معاكم والله أنا الحين ما شاء الله كل من رجاعنا من الرحلة وانا هناك أصلا كلقاء يكلمين بخاطرة يطلعوا بشيء نحاول حين نرتب شيء لأن مثلها الرحلات تحتاج حك تجهيز كبير صراحة متجهيز عادية ستأخذوا عدد أكثر توقع صراحة لا لأن كلما يكون عدد محدود كلما تكون حركتهم أسمح داخل المكان وأسهل يمكن أن تكون أكثر من مرة في الموصلة طبعا لا يوجد مشكلة لكنه لا يوجد عدد كبير حتى لن نرى كالدار التي نزورها كلما يكون عدد أقل سيطر عليهم لكن راحي مجموعة بنات الآن مثل هناك مجموعة شباب يجب أن يكون مجموعة ثانية أكيد وفي دور أيتام هناك دور أيتام لأهمة مرعي في كويتين الشباب ممتازة إن كنت تدوري أعطيك الله أعطيك الله نورا إذا كنت تكلمين شيئا عندما تدشين المكان ورى كل شخص موجود لأن الدار الأيتام هذه المبنية من الكويت هنا نشكي على نعمة الكويت هل سألتك بأن الله يحب بها الخير عندما كانت البنات فقرة أن يكونوا يرونون على ويوه البنات كلهم من الكويت كلهم من الكويت كلهم من الكويت الله يعز الكويت إن شاء الله يا رب الحمد لله على الله وندعك أبي كلمة منك بعد والله أنا حسيت في النهاية آخر شيء أنه فقط تشعر بقيمة الشيء لو راح فعقبة إيهما عندنا لا عندهم هالقيم فشنا أردي هي رايحة فعقبة إيهما عندنا ننالهم نعم ورحنا أن يشعروا أن هناك شخص أن هناك شخص أن هناك شخص وعطيتهم قوة وعطيتهم حب حب للحياة وحب للكويت شكرا لكم جدا أنا أستمتع جدا وياكم وقواكم الله وعسى الله يعطيكم العافية وبيض دوي هنا دائما في كل مكان بنات الكويت في العمال التطوع والخيرية بسمكم أشكر أشكر عفوان للأخت تهياء الشطي المشرفة على الرحلة وكذلك المتطوعة نور المناعي والمتطوعة ندى العقيلية